اثرت محكمة فلسطينية حكما بالسجن والاشغال الشاقة بحق فلسطيني متهم بتسريب عقار في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين ولم يذكر بيان مجلس القضاء الاعلى اسم المتهم لكنها رمزت له بالحرفين عين عين ونقلت وكالة انبالا نادول عن مصادر خاصة من المدارة يدعى عصام عقل وهو فلسطيني من سكان مدينة القدس ويحمل الجنسية الامريكية قضية تسريب منازل يسكنها الفلسطينيون للمستوطنين قضية اكبر من معناها المباشر في بيع منزل او تسريبه ومدبرزت قضية تسريب عصام عقل لعقار فلسطيني الى العلن تصاعدت تداعياتها بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية العقار يقع في منطقة عقبة درويش في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تواترت اعتقالات محافظ مدينة القدس عدنان غيث وعدد من عناصر حركة فتح في المدينة اثر اعتقال المتهم او المشتبه بتسريبه العقار واداعه في سجون السلطة الفلسطينية وترفض الاخير الافراج عنه ليس هذا وحسب بل صاعدت السلطة في موقفها باصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم بتسريب العقار بقرار من محكمة الجنايات الكبرى في مدينة رامالله اسرائيل تسعى لتنفيذ خطة واضحة ونحن بكل اسف لا نقدم ما يستحق لهذه القضية ونعول كثيرا على تضحيات اهل القدس وصمود اهل القدس وما يقدم للمقدسيين غير كافي والاهتمام بهذه الجزئية ان هناك تسريبه لا هناك خطة واضحة لتهويد القدس وقد اكتملت الصورة بالعام 2015 لو لا صمود المقدسيين تدرك السلطة حساسية الملف بالنسبة للجانب الاسرائيلي ولم تستبعد حركة فتح في بيان لها ان يتجه الاحتلال لاقتحام السجن الذي يقبع فيه عصام عقل المتورط بتسريب العقار للافراج عنه وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فقد وصل عدد العقارات المسربة لجماعات استيطانية في القدس خلال العام الجاري الى ثلاثة عقارات في الوقت الذي يكابد الفلسطينيون في طرق نضالاتهم الشعبية لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه بالتشبث في مدينة القدس يظهر بعض من سماسلة العقارات ويسهلون مهمة المحتل عبر بيع عقارات لجماعات استيطانية تسعى لتهويد مدينة القدس وترضي الفلسطينيين منها يارا العملة التلفزيون العربي رام الله ينضم إلينا من رام الله محمد دهواش المحلل السياسي أهلا بك سيد محمد إلى العربي اليوم إذن هذا الحكم بالسجن والأشغال الشق المؤبدة هل ستتوقف تداعياته عند هذا الحد أم سيكون له ما بعده خاصة من قبل الاحتلال يعني الاحتلال لا يكترف بالسماسرة والعملاء حتى وإن كان يثير مشكلات ويثير ويطالب بتسليمهم إلى إسرائيل بتطبيقا للاتفاقات المبرمة إذا كان المسرب يحمل البطاقة الإسرائيلية فمن حق إسرائيل أن تطالب به ولكن إذا لم يكن يحمل البطاقة وهو فلسطيني فمن حق السلطة الفلسطينية أن تقاضيه وبالتالي هناك مشكلات في هذا الموضوع إسرائيل تحاول سلب الولاية القضائية الفلسطينية أيضا وتحاول تجريد السلطة من سلطاتها بالكامل وبالتالي السلطة تتمسك بإصدار هذا الحكم وأصدرت هذا الحكم وربما كان سريعا خلال أسبوع تم الحكم على المتهم بتسريب العقار والحكم كان المؤبد مع الأشغال الشاقة وهذا تحدي فلسطيني لإسرائيل وتحدي فلسطيني لأي تدعيات أخرى تتعلق بمحاولات إسرائيل تهويد القدس والسيطرة عليها وربط البيوت المصادرة ببعضها البعض لتشكيل مستوطنة متكاملة في المناطق ولكن الجنسية الأمريكية التي يحملها المتهم هل ستغير من واقع القضية شيء؟ لا أعتقد أنها تغير لأنه يحمل أيضا الجنسية الفلسطينية وبالتالي إذا كان يحمل الجنسية الأمريكية يمكن إذا كانت هناك اتفاقات فلسطينية أمريكية بمطالبة به ربما تطالب الولايات المتحدة بمحاكمة أكثر عدلا من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية بين هلالين وتريد أن يكون أمثال هؤلاء لا يحاكموا ولا يحاسبوا لكي تدعم الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بتهويد القدس والسيطرة عليها وربط البيوت التي تستولي عليها بالاحتيال وبالنصب وبأشكال مختلفة من العمليات الاحتيالية بما في ذلك إغراء الأشخاص الذين يطورطون في هذه العمليات وربما البعض منهم أيضا لا يعرفون لأنهم يتم الالتفاف على القضايا ووضع عنوين لشركات خارجية غير إسرائيلية لشراء هذه البيوت بحجج مختلفة وبالتالي القانون لا يحمي المغفلين وكل من يسرب عقارا فلسطينيا في القدس وفي غير القدس هو معرض للمسائلة ومعرض لأن يقاضع وفق القوانين الفلسطينية هل الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بالأساس تجاه هذا الموضوع تصريب العقارات للمستوطنين هي إجراءات كافية للحد من القيام بهذه الخطوة؟ هذا سؤال مهم جدا أعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحاول قدر ما تستطيع أن توقف هذه العملية بأشكال مختلفة قضائية وسياسية واجتماعية ودينية هناك فتاوى في القدس لتحريم تسريب العقارات لغير الفلسطينيين وبيعها لغير الفلسطينيين لأن القدس مستهدف أصلا بالتهويد وبالتالي هناك المرجعيات الفلسطينية في القدس أيضا تحرم ذلك والسلطة تدعم هذا التحريم وتدعم هذا الاتجاه والسلطة تستطيع أن تعاقب وفق القانون أي شخص يتورط في عملية من هذا النوع هناك شخصيات تتورط ولا تستطيع السلطة الوصول إليها لأن السلطة حدود قدرات السلطة الأمنية فقط في مناطق ألف وبالتالي إذا خرج المتورط إلى القدس إلى إسرائيل لا تستطيع السلطة الوصول إليه واعتقاله وبالتالي ربما لا يكون الإجراءات الفلسطينية كافية ولكن هناك إجراءات تتخذ وهذه رسالة إلى كل من تسوي له نفسه أن يسرب عقارا إلى غير الفلسطينيين في القدس وفي غير القدس من رام الله محمد هواش المحلل السياسي شكرا لك